الممثلة اللبنانية جيزيل كوستانتين موجودة معنا اليوم منشوفك بأدوار أهلا وسهلا فيك أول شيء مرسي أهلا فيك يعني منشوفك بأدوار من أصعب الأدوار وبتعتبر الدراما منها بس هيك مجرد تمثيل الدراما إلا أعماء أكتر من هيك فيها تكون ثرابي فيها تكون فشة خلة فيها تكون أشياء بتقدر تخلينا عن جد نتفادي أمور نفسية يمكن نحن منقدر نتفاديها مصبوط الدراما هي شكل يعني شيء كتير أساسي بالمجتمع فيه ساعد خاصة هلأ لأنه كتير عم نشتغل على التعنيف ضد المرأة والتعنيف ضد الطفل وأنا شخصيا يعني من الناس اللي بيشتغلوا عبر الدراما وعبر المسرح بتقنيات يعني الفورم تياتر اللي هو مسرح المتهدين على هيد المواضيع خاصة مع الولاد والإمات يعني بشكل خاص فمن هيك يعني كانت حلقة إذا بدك عاطل عن الحرية بس طرحوا علي عنيتلي كتير لأنه هيدا شيء بوجعني لأنه أنا بعلم وبعرف قديش في مشاكل اجتماعية كتير كبير وقديش في تعنيف وقديش في عدم سمع من الأهل للولاد والعكس يعني وقديشنا نحنا كمانا شعب عنيف فمن هيك شدتني وحسيت أنه أنا يمكن بهيد الحلقة في شيء لازم قوله فعلا ويعني والتلميذ اللي حضروني قالوا لي أنه مدام عن جد حسينا أنه هيدا شيء سير معي قلتلون أنا إذا واحد منكم أنتو ولادة يعني إذا واحد منكم أو حيال الله حدا بعرفه بتخيل أنه صار معه نفس الشيء هيدا شاغلي منها هيني بالعكس قلتلون علمتني وعلم وأنا بدي أياكم أنتو تتعلموا كمان نفس الشيء أنه منها هيني يمكن يعني أنا ما عم برر جريمة ولكن هيدا الخلاف بالحضارات والخلاف يمكن طريقة اللبس والسقفات المختلفة ولدت هيدا النوع من التعنيف الشاب مثل ما شفنا بالدراما أنه هو حببه خلينا نرجع نعمل بريف عن القصة نحنا قبل ما نشوف مشهد من هالقصة يلي نعرض ببرنامج عاطل عن الحرية بآخر حلقة من هالموسم وتحية أكيد لزميلنا سامير يوسف يلي دايما بيطرح أفكار بتوجع كل إنسان ترجع بتخليه فكر أكتر عن طالبة بكلية العلوم الاجتماعية كوكب سامي الأحمد من سنة 2005 ويلي أخذت تحقيق عشر سنين تقريبا وكان عمرها 25 سنة شو كانت قصتها كانت قصتها أنه البنت راحت على الجامعة البنت لبسة منه مبتزل البنت محجبة راحت عجمعتها ورجعت هي ورجع على طريق انخطفيت وما بيانت إلا بعد 12 يوم 13 يوم لأيوبا بجنيني لأحد المالكين مقتصبة ومقتصبة من أربع أشخاص ومقتولة مثل ما فهمنا بالدراما بعدين لأنه أنا بتعرفي بتصوري مشاهديك بعدين بتشوفي الدراما كلها سواء غير ما تقري يعني غير شي فعلا الشاب كان حببا بس ما عرف يتصرف وجيب رفقاته حتى اقتصبوها يعني وعرفنا أنه ايه طبعا اقتصبوها وآخر شي نتيجة هيدا الاختصاب لأنه عرفتهم قرروا يقتلوها يعني كانت جريمتها ما في جريمة ما في جميلة الإنسان المغتصب بيقولولك أنه ممكن هو يحس حاله قلتي أو عمل شي بس أكيد حتى أهلا أنا بوجه لهم تحية كتير كبيرة لأنه الحكي اللي حكيوه على الكاميرا كتير كان ناضج وحلو وفعلا عدت يوقي مثل هالبنت اللي هي كانت يمكن المثالية بالنسبة لقلن يعني هي المثال الأعلى للكل هي لأنه كتير طالبة شاطرة جدا 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 بالجامعة وعون بلوس كانت كتير بتساعد إخواتها وبتساعد كل الناس اللي حوليها أكيد ما زننا بوها بالقليلة يعني أبدا مع أنه نحن يعني بالشرق بتعرفي أكتر شي منزن بالمرأة منقول أي ما حق عليا ما هي عملتي يمكن هيك أو يمكن لبست بهيد الطريقة صحيح خلينا نشوف مشهد من عاطل عن الحرية ونرجع من تابع جريمة كتير بشعة منا مبررة بس في محلات بدنا نطلع أنه هيدول شباب يعني الشاب تيرتكب هيك جريمة منا هيني يعني ينهي حياته كلها سوا شي كتير بشع يعني هني كمان انتهت حياتهم مع كوكب فمن هون بدنا نطلع على العوامل اللي صارت أول عامل هو الأهل قديش هني لازم يلعبوا دور كتير كبير بحياة أولادهم طي يعرفوا يسقفون طي يعرفوا يرفقون ويكونوا رفيق لقيلهم ويحسوا بأحاسيسهم ويعرفوا أنه بهيد المراحل قديش لازم نشجعهم على أشياء أو نكبتهم بأشياء ما بفتكر في شي لازم نكون في طابو لأنه بمحل عم نوصل نقزي نقزي كتير جزال قلتي لي لما بتقرس كريبت لمسرحية أو لمسلسل أو لفيلم غير ما أنه تجسدي قصة درامية صارت بالواقع طبعا فيه سكريبت هوني كان فيه سكريبت أكيد بداية ولكن كل الأشياء كانت أمبروفيزية أكيد المشاعر بتعرفي أنت بالنسبة لقلنا نحن جماعة المسرح والتليفزيون أقوى لغة وأصلا أنا بإيمان فيها وبخلي الكل يإيمان فيها أقوى لغة اللي ممكن توصل للآخر هي لغة العواطف يعني أنت بس بدك تتواصلي مع الشخص بس تقليله بحبك أو ترجميله بشكل عاطفي قادر يتلقيك وقادر يسمعك إذا بتحكي بلغة العقل يمكن يزهق يعني بتعرفي أنه حضرتك أنت معلمة كمان يعني الأشياء اللي مثلا الطيوريك بس تحكيها بس تفوت على البراتيك أو أشياء أو إجزامبل حتى إيه إجزاكتما بتحسيه وننشده يعني هيدا جزء صغير للطلاب هنه جزء صغير من المجتمع المجتمع كله بيرتكز على لغة العواطف طبعا أنت تتواصلي مع الثانيين هي لغة كتير مهمة وكتير واصلة من هون يعني بس تقري سكريبت يعني بتقري بتكون ناشف بس أوقات نحن لأنه جماعة بتزيدوا عليك بتصير تتخيالي أول شيء كيف الشخصية بتتواصل أكيد مع المخرج وبتشوف الكاتب هو شو بده تحترمي خصوصية كل واحد وأكيد المخرج مثلا دافيد أوريون كتير زيد من عنده إشياء ونحنا كمسلين سيئة بنعرف بعضنا أنا وميراية فعلنا كتير مع بعضنا كدوز أكتريس نحن نحك عن الممثلة بميراية فانوسيون نعم أنا كمان بوجهة لكتير تحية فعلا لأنه يمكن تلميز فنون ويمكن بطريقة معينة قدرنا نتواصل مع بعضنا بشكل صحيح فيمكن طلقت المشاهد حسب سامير يوسف قبل ما نشوفها يعني نحنا قال لي حلقة قوية بدها تبكي العالم قلت له أنا حابة أشوفها وخايفة بنفس الوقت يعني أثرت فيك كتير قصة البنت طبعا لأنه أنا نحنا أوقات نحنا ككبار بنلبس بطريقة معينة نحنا بلبنان فأوقات بكون عندك شغيل بكون عندك حدا غريب ما بتنتبهي على الكمبرتمان طبعيك فبعد هيد القصة عن جهة صرت أنتبه كيف لازم أتصرف كيف لازم أتعاطى يمكن في محلات لازم تخلق أخلاقيات غير أخلاقيات أنت المعودة عليها طبيعيا يعني مثلا أنه في أحكي معك بطريقة معينة هي غلطت يعني؟ لا 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 أنا عم بحكي أنا يعني أداش أثرت فيها أداش عطيتني لسون يعني إذا بدي عطيتني درس كتير كبير أنه مفروض أنه الإنسان ما بعرف شو لازم يعمل يعني بالحياة ما بعرف يمكن هي تبسمت له للشاب أو يمكن عطيت له مجان ما منعرف عن جد ما منعرف يمكن أنك كان عم يجري بيتواصل معه يصدطه كمان الصد بيعطيكي شيء عنفي يعني بطريقة معينة لعند الناس بس أنا تعلمت منه كتير وتعلمت أنه الواحد لازم ياخد حزره من كل العالم نعم عن جد فعلا هيك متخصصة بتقنية مسرح المتهدين وبتشتغلي كتير مع الولاد أنه يكونوا عم بيستفيدوا من هالتجربة هاي قدي ممكن يساعد ولاد أنه يكون عم بيدافع عن حاله يكون عم بيعبر عن حاله أكتر كتير 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 فعلا رانيا أنا إلي ثلاث سنين بشتغل هيدا تقنية جربتها صراحة مع تلميزة لأنه أنا عم بعمل فيها الماستير طبعي وفيت فيها دكتوراه فهيدي التقنية بترتكز على بناخد شيء ما فيه سكريبت بناخد شيء إذا بدك مرتجل بناخد إشكالية هني بعانوا منها حقيقية حقيقية من عندهم أنه أمي ما بتسمعني طيب يا خي أمك ما بتسمعك أوكي كيف بنا نحطها بقيل بمسرحة وهني طبعا لأنه عندهم صار الركائز المسرحية صاروا بيعرفوا يعملوا مشاهد مسرحية ففعلا الإشكاليات بتكون من عندهم ما فيه تاكست ما فيه نص مكتوب ولا فيه شيء هني بيخترعوا ديكورون هني بيخترعوا النص طبعون كل واحد بيخترع اللغة حسب الشخصية اللي هو عم بيجسدها قدام الناس وفعلا بيطرحوا الإشكالية وبيجربوا يلاقوا مع نحنا مندعي مثلا إذا عم نحكي عن العنف المنزلة مندعي الأهالي إذا عم نحكي عن البولينج بالمدرسة مندعي الإدارة ليش؟ لأنه فيه هيدا الإشكالية بتعني لهم وهيدا شيء هني بدون يلاقوا حل مع التلميذ عن الإشكالية بيجاك المسرحة أيضا كله يعني حضرتك إذا كنت أم مثلا وحاضرة حرة تاخذي مثلا دور الطفل وتطلع على المسرح وتطرح السوليسيون يعني على طول الحل قدين نتيجة عم بتكون حلوة كتير يعني كل الناس لهم بحاجة لها التربية إيه إيه فعلا يعني الأهالي حتى بيقولوا لنا بليس فينا نعمل نحنا هيدا الشيء قلت لهم فينا أكيد بمراحل تاني لأنه مفروض وارتكزنا كتير على لغة السمع لأنه الولد كتير بهمه اكتشفت أنه يسمعوا أهله وكتير اكتشفت أنه بحالات الطلاق للأسف بين الأم والبي كتير الولد بعاني بشكل كتير مريع وفعلا إذا أنت بيحسوا معك بالأمان بتكون أنت الكونفيدانشل طبعولهم يعني على طول بيخبروك الأشياء ومنعوا جلسات حكي وأحلى شيء الواحد تسماعي له وبترايحي كتير حكي وتسماعي والكومنيكايش جزيل سانتين نحنا بحاجة لجلسات معك إن شاء الله بنشوفك قريبا بفقرات تانية ببرنامجنا أهلا وسهلا فيك ويعطيك ألف عافية إن شاء الله كل الناس هكي بيتعلموا منها السقف السقفة المسرح والفن لحتى يحلوا مشكلهم شكرا لألك جزيل مرسي كتير رانيا مرسي هكي تنتهي حلقتنا بمت فيا لايف لليوم ما وعدنا بجدد بكرة وأنا أشوفكم الأسبوع الجاي بو ويكيند باي باي اشتركوا في القناة